موسيقى 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 أهلا بكم في برنامج الحب الحقيقي اسم حلقتنا النهاردة المؤمن الحقيقي بالمسيح مين هو المؤمن الحقيقي بالمسيح؟ مش معنى أن شخص تولد في أسرة مسيحية أنه أصبح مؤمن حقيقي بالمسيح تلميذ المسيح يحنى قال لنا قصة حصلت مع يسوع المسيح نقراها في إصحاح 3 القصة دي بتوضح لنا إزاي أي إنسان يصبح مسيحي حقيقي هارالكم من الإنجيل كان إنسان من الفرسيين اسمه نيقوديموس رئيس لليهود هذا جاء إلى يسوع ليلا وقال له يا معلم نعلم أن قد أتيت من الله معلما لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه أجاب يسوع وقال له الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله وأخذ بالك من كلام يسوع المسيح عزيزي المشاهد والمستمع نيقوديموس كان شخص يهودي متدين ربما كان عايز يسمع تعليم من المسيح تقربه أكتر من ربنا لكن الرب يسوع قال له أنت محتاج إنك تتولد من فوق وإلا لن ترى ملكوت الله والولادة من فوق تسمى أيضا الولادة الروحية يسوع كمل كلامه وقال لنقوديموس المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح هو روح لا تتعجب أني قلت لك ينبغي أن تولد من فوق يسوع شرح لنا ولنقوديموس إزاي الولادة الروحية من فوق تحصل كلام مهم جدا من أهم كلام الإنجيل اللي قاله يسوع يسوع قاله قصة حصلت في العهد القديم لما شعب إسرائيل كانوا ماشيين في البرية وتزمروا واشتكوا واتكلموا ضد الله وضد موسى الله عقبهم بأنه أرسل حيات فلدغت الشعب ويهود كتير أو يماتوا واللي عاشوا صلوا للرب صرخوا وتابوا بنقرأ في سفر العدد إصحاح واحد وعشرين عدد تسعة الرب قال لموسى إصنع حية من النحاس وضعها على راية فكل شخص لدغ ونظر إليها يحيا فصنع موسى حية من النحاس ووضعها على راية فكانت متى لدغت حية إنسان ونظر إلى حية النحاس يحيا يسوع أكمل حديثه مع نيقو ديموس وقال له وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية يسوع قال لنقو ديموس القصة اللي حصرت مع اليهود علشان يساعد ويفهم إزاي بتحصل الولادة الجديدة اللي من فوق المسيح ترفع على عود الصليب مع إنه بلا خطيئة لكنه أخذ مكاننا وصلب ليدفع التمن تمن عقوبة خطيانا الناس كلها اتلدغوا بسم الخطيئة ومحكوم عليهم بالموت الروحي والأبدي والانفصال عن الله أي إنسان ينظر إلى المسيح بالإيمان يخلص وينقذ من نتائج الخطيئة القاتلة المدمرة وينقذ من دينونة الخطيئة النظر إلى الحياة النحاسية أنقذت الناس من الموت الجسدي والنظر إلى المسيح يخلص من الموت الأبدي والموت الروحي وبعد كده نقرأ أن يسوع قال لنقديموس فعدد 16 الآية المشهورة جدا لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية الولادة اللي من فوق اللي من عند ربنا تحدث للشخص اللي بيتوب توبة حقيقية أي يقرر من كل قلبه أنه يعيش حسب إرادة الله ويدع ثقة أن يسوع المسيح مات على الصليب ودفع ثمن عقوبة خطياء ويقبل يسوع في حياته كمخلص شخصي له بعد أن تتولد من الله ولادة روحية سيسكن بداخلك روح الله وستصبح ابن من أولاد الله هتصبحي بنت من بنات الله في اللحظة اللي بتضعي فيها نظرك وثقتك في يسوع المسيح وفي اللي عمله لأجلك أشجعك أنك تصلي معايا الآن يا رب أنا بشكرك جدا أنك أنت دبرت الحل عشان تحررني من دفع عقوبة كل خطياء لأن أنا مقدرش أتفعها يا رب لأن العقوبة هي انفصال عنك وموت الآن وإيه للأبد يا يسوع أنا بالإنان بضع ثقتي فيك أنك أنت اترفعت على الصليب وموت بدلا عني عشان تدفع ثمن عقوبة كل خطياء أنا بقابلك يا يسوع في حياتي كمخلص أشكرك يا الله جدا أنك أنت حبتني ووصلت لي رسالة محبتك وخلاصك آمين لو صليت الصلاة دي عايز أقولك مبروك وألف مبروك مهم جدا أنك تصلي كل يوم عشان ربنا أبوك السماوي يرشدك مهم جدا أنك تجتمع مع مؤمنين مسحيين حقيقيين وتدرس الكتاب المقدس كلمة الله وتتناول وتتعمد وتقدر تبعث لينا إيميل وتعرفنا أنك أنت دخلت عائلة الله ولو محتاج أي نصيحة ننبسط قوي أن احنا ندهالك ونشجعك في حياتك المسيحية لأنك أصبحت الآن مؤمن حقيقي بالمسيح سلام ربنا معا موسيقى 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 شكرا